ايها الاخوة ايها الاخوات مرحبا بكم في هاد هاد البلاغ ولا كيف مو غادي نهضروا على الدرجة اللي تسبب فيها اختفاء الاميرة السلمة زوجة محمد السادس لانك تعرفوا بزاف الناس يعني هضروا على هاد القادية بزاف الاخوة والاخوات تضروا على هاد القادية هذه ولكن بالقادية انتشرت الدرجة اصبحت عالمية حتى اننا اصبحنا كنقرأوا المجلات العالمية في الاخبار العالمية يتساءلون عن اختفاء اختفاء الاميرة السلمة ماشي غير في المغرب ولكن حتى الجرائد الاسترالية الديلي ميل تايمز روايل سنترل يعني كل هم مجلات دولية اللي هاد خرجات كتناقش ولا كتهضر على القادية ديال الاميرة السلمة حتى ان مثلا الديلي ميل اللي قالك هو ديال اميرة السلمة اللي ما عرفوهش يعني بحي اللي قالك ان اتفانش يعني ما بقعتش يعني ش حاج الي كانت وما بقعتش الديلي ميل ها هو قدامك هنا يا ها هو ما اسي يقولك ميستري 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 أوف مراكو زميد ديال 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 د ديال 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 يعني هنا و هنا اسيو يقوللك المجلة هاد الديلي ميل كالطالب من القضاء المغربي أنه يعطي الكلمة الأخيرة دياله واش الأميرة مطلقة واش الأميرة حية واش الأميرة في المشات بغوا يعرفوا خبر على الأميرة اللي كان عندها واحد الحضور عالمي واحد الحضور في جميع المناسبات حضور في جميع الحفلات والتي عندها واحد الصيد عالمي وكلقوا أن مثلا حتى الزيارات التي قام بها بعض الملوك إلى المغرب وبعض الأمر إلى المغرب كان من المفروض تكون حاضرة الأميرة ولكن لم لم يعني لم تظهر لأسباب لا يعرفها أي أحد كلقوا أن مثلا الأمير الإنجليزي من المشام عمراتو كالقومة خواتات المالي كرانتو ما كتشوفوهم كالقومة سميتو وحتى الغريب حتى ديك البنت الطفلة الصغيرة حتى هي اختفت من الأنظار يعني هذا الشيء اللي بغينا يعني الصحافة الدولية تتساءل على هذه القادية وكتشوفوا بعض الأخبار تتقول لك أنها يعني قتلوها وهذا هذا غير مستبعد لماذا غير مستبعد لأننا نعرف لأننا نعرف جيدا أن المغرب والنظام المغربي عنده هذه نفس العنوان كلهم يتسألون عن اختفائها من الأنظار يعني هذا شيء خطير جدا لنك نعرف خاصة بعد الجريمة القادرة التي قام بها الأمير السعودي في حق الصحفي جمال خاشقجي وحالات أخرى التي ظهرت لحد اللي ظهرت الآن في السعودية أنواع التعذيب والاختفاء والخطف من جميع أنحاء العالم وهنا يكن جيوك اللقاء المغريب اللي عنده تاريخ قديم على السعودية في القتل وفي الاختطاف وفي سميته يعني هذا شيء ماشي غريب أن النظام المغربي يقوم بهذا النوع من الجرائم لأنه يعني عنده تجارب عنده يعني تجارب وعنده حينكا في هذا النوع من الجرائم والاختفاءات يعني يعني لجي نشوفه مثلا القصة المشهورة دي ابن بركاء اللي الأخبار تؤكدوا أنه دوابوه قاموا بتدويبه في في الأسيد أو الملقاطع أو كيف ما بغيرتوا يقولوا ليه يعني هذا غير مستبعد هناك بعض الناس لحد الآن تيقولك بعض الناس يقولك الدرام تيشوفوها في الرباط ولكن هذه غير أخبار تيحاول مثلا يميع بها الحقائق اللي هي فعلا أن الأميرة سلمة اختفت فعلا يعني التوحد ما شافه وحتى تصور لتي بينو كي بينو تصور قدام حتمت فيديوهات بينو كي بينو فيديوهات قدام ولكن من آخر آخر لآخر مرة كانت بانت فيه الأميرة السلمة وهو افتتاح المعريض الذي كانت تفتح في مرة في ديسمبر 2017 يعني من ديسمبر 2017 يعني 2018 كلها ما بنش وهي دخلت تقريبا سنة ونصف والأميرة السلمة يعني لم تظهر يعني لو كانت مريضة رأى ستبان إلا كانت حاملة رأى ستكون ولدات يعني كيف ما تكون ستبان ولكن الخطير هنا كيف ما كان عرف أن النظام الملكي المغربي لأن كان عرف أن في عهد الحسن الثاني كانت يعني زوجات الحسن الثاني لم يكن يبان ويقدر يقسل هم يقدر يقطح ويقدر إياكم هم ويقدر أخبار لأن كان ذلك ما بيش ولكن هذا أصغب الله وبغيبين الزوجة دياله بغيبين يرفع العبادية المطلقة ومتفتح وكذا 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 ولكن كان عرف ما هو هذا غير التخدير الشعب يريد يخدر الشعب يريد يقول لأ الشعب أنا مالك جديد ومالك عصري ومالك الذي سنقوم بتغيير في المغرب ولكن هذا كان كله غير صباغة غير يعني يقول للمغرب ها أنا سنقوم ولكن في الحقيقة كتشوفوه يعني هذا كان غير تمثيل ولكن بمساعدة النظام بمساعدة الدولة العميقة يعطوه صورة الملك الشعب ومثيل متفتح واختار زوجة من الشعب وكذا هذا كله غير تمثيل لأن المبادئ الملكية في المغرب تبدل يعني دائما مبنية على القتل مبنية على الأنانية على التكبر على هذه يعني دائما خصمهم الذين يبقوا يعني يبقوا خصم هما الذين يبقوا مشهورين ما يمكن مثلا الأميرة اللي كان جات وغطعت على الخيبات دي الخوطة الماليك دائما الخيبوعات دائما الخوشيبات رقم عارفين كلهم اللي كلهم تنخروا غير بالمخدرات وبالكوحول من اللي جات هي يعني غطعت عليهم قطع رقم واحد وحدين واحد اللي كبروا يعني أميرات من أميرات وأبناء ماليك وجد دمه وغادي اللي قدعت عليهم لأنها إنسانة جميلة يعني إنسانة قارية وقد تعرفوا شكون هم ابناء الماليك ركين غير سطل على أختها غير الكالاق على أخوه لقرايا لضرايا يعني تمشي تجيب مثلا يعني ذلك إنسان الأمي في المغرب غد يكون فهم حسن منهم لأنهم ما تقرأ وما تدير تجهل كتعرف حياتهم يعني الناس دي الرباط يعرفوا شكون هم الأميرات يعرفوا كيف يوز حياتهم يعرفوا أنهم بالنهار ما يبانوا وش ينعصوا بالنهار وبالليل تقاصر و جميع أنواع المجون والمخدرات والقصص كثيرة جدا يعني لا داعي لذكرها يعني هذه القضية هذه ما يمكن غد يدوز على المغرب هذا القضية بدأت تنتشر دوليا إذا نرى عدة مجلات رواية رواية سانترول حتى يقول لك أسدري ميسري براوت فرو هاي يقول لك هاد القصة يعني طلعت إلى الجبهة لأن الكل يتسأل عن هاي ميسري سبانيش هاي آخر ما كانت مرة كانت بنت مع مرات ما كرون هاي مع مرات ما كرون يعني هاد هو تصاور قدام دي يعني هي غبرات يعني دور ده مراكو دات ش وز كيل أوكي هدا واحد تعليق فهد فهد المقال تي قل في المغرب تي قول دور مراكو ده س كيل 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 في المغرب بعض الناس يقولون انها قتلت بالطريقة التي قتل بها جمال خاشقجي تقل مراكو تقل بها اعلام المغرب تقول انهم شاهدها في الرباط تقل تفرج في فيلم تشوف وكذا ولكن إذا كان هناك الكثير من الناس الذين رأيتها يأتي بشكل أشياء قتلتها أخت المالك المتخدرة هذا يجب أن يقول لك هذا يجب أن أحب المالك لا تأكد معيث بطاق المالك تفضوا بطاق الدباي و ترى الأميرات يختفون أخبار كثيرة جداً مراكة الرواية الكورت يجب أن تقوم بإضافة أو تقوم بإضافة المجلة هذا المجلة يطالب القضاء المغربي لإعطاء كلمته وماذا فعلاً؟ هل تلقات الأمير أو مزوجة؟ وإختفاءها لأن القضاء المغربي لا تدخل ماذا هو دور القضاء؟ ماذا هو دور القضاء؟ ماذا هو دور القضاء؟ إذا كانت هذه الظاهرة وقعت في دولة أخرى؟ ماذا هو دور القضاء؟ هل أنتم لا تشاهدون هنا تصويرها وماذا لا تشاهدون الأمير في النجليز؟ هل أنتم لا تشاهدون؟ ما الذي يوجد هنا؟ ها هو أولده ها هي الأميرات مرات الأمير ها هو هذا مشهور بالكوكايين خيتي هادي مشهورها بالكوكايين ها هي أكبر مستهلة لكوكايين في المغرب وهذا راسل راسل دوبيرمان قال أحدهم والأميرات وبنتها غبروا لا تشاهدون هذا هذا شيء 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 ها هي جميع 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 الجرائد الدولية تتكلموا لا تشاهدون لا تشاهدون فرقوا ديسبير ها هي ختفت من الأنظر لا تشاهدون لا تشاهدون لا تشاهدون لا تشاهدون هبقوا هذرا هنا يجدون هدرا هنا للمكتوبة وللمسلمة معاه هنا في الكاتبان الشفافية هنا هنا نحن نقول الخصوصية لا هذه ليست خصوصية هذه شخصية عامة لأميرة سلمة شخصية عامة أميرة وقد تخلص من ضرائب الشعب وعندها مهام في المغرب وعندها مهنة في المغرب وعندها واضيفة في المغرب يعني خصت تعرف في مشات لأن نحن كمغاربة نؤدي الضرائب مليك نؤدي الضرائب كنت نفعل المسؤولين لذلك المسؤولين يجب أن يخبروا ولم يموتوا يجب أن نعرفهم ولكن هنا كيف يسولونها مملكة الصند ومملكة الإجرام ومملكة الإختطاف ومملكة التعذيب هي المملكة المغربية لماذا يقول لا يجب أن نقول لا يجب أن نقول الحقيقة فعلا لا يجب أن يكون دخانة بدون نار لا يمكن أن يكون الاختفاء لو كانت الدولة المغربية بارئة من هذه القادية كانت تسجد السيدة تخرج تصورها وفيديو ولكن السيدة غبرت في هذه الطريقة كيف تصورها وفيديو المغربية تصورها وفيديو أجل المغربية وفيديو يجب أن تتخاف إذا كانت تتخاف وفيديو وكانت تعرف أن العائلة الملكية كلهم لا يؤمنون بالقانون لا يؤمنون بالقادة لا يحاسبهم يقدروا يقتلوا يقدروا يدبحوا يقدروا يعدبوا يقدروا فرحان يتصورها ويتصورها وعرفوا ما يتصورها لا يوجد أن تكون لا يوجد أنهم مجرمين لا يوجد أن يكون لديهم الإحساس ولكن المغرب سيجب على رأس المشاكل ليس المغرب سيجب على رأس المشاكل إلى مبانش الأميرة السلمة يقدروا يقدروا يقعوا تصورها ويسر لا يحدثوا يأتي وإنهم سألت أن تنتشر دوليا وسيجب أن تنتشر والحل الشيء فوالحال يحذر المغرب أدوث أن العائلة الملكية ستخرج لين أختفت الأميرة السلمة لأنها لا تخرج وذلك لا يتحرقوا يتحرقوا ويتحرقوا وكلا جدا في الحياة وغيرا يبدو أدوث ودعوا وغيرا ومشاكل يدخل الصحافة وأنها تدخل قناة دخول في الشرق سيلان、 استراءة الأصبار والفرنسي هناك قادية عليكم عرف nämlich الإعلام الفرنسي كما يلعل na isbania لايه يتعلم ذلك الإعلام الفرنسي كما Living andanger inade بالنسبة للإعلام الفرنسي كما يتمع لها ونظن المغاربة كلهم تعرفوا من هم الذين يتحكمون في الإعلام الفرنسي لا سنقول لكم إذا كنت عايق وإذا كنت عارف سنقلب عليها وأعرفش كل من يتحكموا في الإعلام الفرنسي المكتوب والمسموع وحتى الإلكتروني يعني إذا جيتوا هذه القادية حتى يعني مؤخرا يعني شاهدت جميع مثلا الصحافة الدولية ولكن الصحافة الفرنسية مكين شي خابار خروج كي يهضر على الأميرة سلمة يعني شي غريب جدا يعني نشكر القادة دائما أن الصحافة الفرنسية يصبب باقة في الخروج بهذه الأخبار هذه وبهد تسميثه ولكن لحد الآن ما زال ما خرجتش رقينا نحتاجهم آفريك مثلا خرجتك التسائل على الاختفاء دي الأميرة ولكن يعني بغير ومن حقهم يعرفوا لأنها مواطنة مغربية لأنها خصوم يعرفوا في المشاة لأنها شان نقول لكم أي مواطن مغربي خصوم يعرفوه في المشاة يعني أي مواطن مغربي إلي كنا مغاربة خصوم يعرفوه من المسؤول عن اختفائه علاش نيل أسباب إلا دار شي حاجة نحاكموها إلا دار شي حاجة مثلا إلي ارتكبت شي جريمة نمشوا نحاكموها ماشي نخطفوها ونخبيوها بهذه الطريقة عندنا قداء في المغربي يكد قلوا عندنا قداء مستقل وعدنا عادالة وعدنا محاكم وعدنا قوضات نوقع ليش إلا ارتكبت جريمة تمشي التحاكم بحالة بحال الناس عادي يعني نتبعوكم غير نتوما نتبعو غير الأفكار ديالكم والكذب ديالكم القاداء وكذائي إلا ارتكبت فعلا هاد الآمير هذي ارتكبت جريمة تمشي التحاكم بحال جميع بحال جميع أيها الناس يعني القادية فيها إنا يعني لحد الآن نحن ننتظر وهناك ناس يقومون ببعض الانفتيجيشن لان كين صحافة دولي يخدام على القادية كينين صحافة لإخدام على القادية وباغين يعرفوا الحقيقة وغاديين يعرفوا الحقيقة يعني را ما يمكنش تخبع عليهم ركت تعرفوا دابة الوسائل تواصل يعني كتعرفوا يعني شوية إلا بغاية يتعرف بناد ركت تعرفوا تعرفوا والنضاء المغربي هنا غير كي حاول يطول ولا كي حاول يجبت في ذلك المسكة باش يغطيع للحقيقة ولكن الحقيقة غادي يتبان غادي يتبان يعني إلا باج دابة غت تبان غدا ونباج غت تبان لعمج جاي ولكن النظام المغربي رافورطة النظام المغربي رافورطة أخو الأخوات تبارك الله عليكم وإلى اللقاء